اشتركوا في القناة مرحلة هي الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي السيد الرئيس الحكومة عزيزة خنوش بأسلوب الاشتغال أنه حدد الأولويات حدد طريقة الاشتغال حدد كيفاش ينفذ هذه المشاريع ديال الدولة الاجتماعية الدولة الاجتماعية بدأت ندوب الحقوق والحريات اللي كانت منذ أول خطاب جلالة الملك في أجدير ديال الأمازيغية ولكن فوقها شو قعد تفعيل ديال الأمازيغية رأي الله هدف هذه العهدات الحكومة والتي تقصط له اعتمادات مالية جلالة الملك الانصاف والمصالح والحريات والديمقراطية إلى غير ذلك منبشهات حتى الدستور 2011 كرستها يعني لابغت بلغتين بسيطة أنه جمعنا ما بالجوانب الحقوقية والحريات والاعتراف بالمواطن كمواطن ليس كبضاءة وليس كشيء وليس كمستهلك كمواطن دول حقوق الكاملة كنخصو الحقوق الاقتصادية اللي لم تتوفرات لوش اللي هي كتتمثل اللي كتتمثل في الصحة والتعليم والتشغيل اللي حدد عن السيد رئيس الحكومة كأولويات ديال هاد المرحلة الورش ديال الصحة يتكلموا فيها هما اللي كعرفوا كتر مني لأنها مباشرة لكن مع الدخول 22 مرسوم كان غير شعار 24 مرسوم 27 مرسوم كان غير شعار الناس كانت تكلم ويعتقدوا رأي شي حاجة غادي تصوب بوحدها مش يدي الفكر ديال مهنديس المهندس وكيد الهندسة المالية فوقاش غادي تصوب المرسوم فوقاش غادي وقعوا فوقاش غادي خرش حيث تنفيذ من سيصاروا على تنفيذه كتوقع العملية ديالتقييم ثم الإصلاح ونحن ناشي إذن هذه كانت البداية في الصحة الإمكانيات التي تعطيت الوزارات الصحة هذه الحقوق يعني الاقتصادية التعليم سيشاكيب الموصر يتكلم حسن مني لكن قبل أن أقول لسيشاكيب أنا فرحان لي مؤشرين مؤشر الأول أن نسبة البكالوريا ارتفع مقارنة مع السنة الماضية بتماني نوقات معدل نجاح تماما معدل نجاح هذا مؤشر أنه النتائج بلتكتر المؤشر الثاني كيف يرونه من السلبين أنا قريته من جانب الإيجابي هناك طلبات من عند المواطنات والمواطنين للرفع من عدد المدرسة تجربة مدارس الرياضة الرياضة موسيقى أسر فهمت الضور المدرسة الرياضة التي كانت تخوف منها اليوم تفهمها إذن نتائج مؤشرات تكتبعها اشتركوا في القناة